حدثنا عبد الله بن الحريث حدثني شبل بن عباد وابن أبي بكير يعني يحيى بن أبي بكير حدثنا شبل بن عباد المعنى قال سمعت أبا قزعة يحدث عمرو بن دينار عن حكيم ابن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حلفت هكذا ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالى به قال بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام قال وما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أخواني نصيرني لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحد عليه قال تطعمها تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا أكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ثم قال ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاطا وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة سبعين أمة أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدام أول ما يعرب عن أحدكم فخيذه قال ابن أبي بكير فأشار بيده إلى الشام فقال إلا ها هنا تحشرون حثنا مهنأ بن عبد الحميد أبو شبل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان في من كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر فلما حضرته الوفة قال أي بني أي أبن كنت لكم قالوا خير أبن قال فهل أنتم مطيعي قالوا نعم قال انظروا إذا متوا أن تحرقوني حتى تدعوني فحما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك ثم أبهرسوني بالمهرسوني بيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا الله ذلك ثم أذروني في البحر في يوم ريح لعلي أضل لها تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا الله ذلك فإذا هو هو في قبضة الله تبارك وتعالى فقال يا أبن آدم ما حملك على ما صنعت قال أي ربي مخافتك قال فتلافاه الله تبارك وتعالى بها حتى يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا أكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة السويد بن حجير الباهلي عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال يا معاوية إن محمدا أخذ جيران فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك قال فانطلقت معه فقال دعلي جيران فإنهم قد كانوا أسلم وفأعرض عنه فقام متمعطا فقال أم والله لأنفعت إن الناس ليزعمون أنك تأمر بالأمر وتخلف إلى غيره وجعت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول فقالوا إنك والله لأنفعت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لا تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره قال فقال أوى قد قالوها أو قائلهم فلأنفعت ذاك وما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى حدثنا إسماعيل ابن عولية عن بهزي بن حكيمين عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل أبل سائمة في كل أربعين أبنة لبوء لا تفرقوا أبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها منه وشطر أبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء حسنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده أن أباه أو عم هقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذ فأعرض عنه ثم قال أخبرني بما أخذ فأعرض عنه فقال لأن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فقم أخوه أو أبن أخيه فقال يا رسول الله إنه قال فقال لقد قلتمها أو قائلكم ولأن كنت أفعل ذلك إنه لا علي وما هو عليكم خلوا له عن جيرانه حسنا أبو كامل عن حماد حدثنا أبو قزعة عن حكيم ابن معاوية عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهزي بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغطب فقالا يا محمد على ما تحبس جيرتي فصامت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالا إن ناسا ليقولون أنك تنهى عن الشر وتستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول قال فجعتوا أعرضوا بينهما بالكلام المخافة إن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها فقالا قد قالوها أو قائلها منهم والله لو فعتوا لا كان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه حثن عبد الرزاق أخبران معمر عن بهزي بن حكيمين عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأله مولاه فضل ماله حثن عبد الرزاق أخبران معمر عن بهزي بن حكيمين عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له حثن عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلظت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك أرنى عفان وطبق كفيه فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخواني نصيرني لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلاميه قلت ما حق زوجتي أحد عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا أكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر تهجر إلا في البيت قال تحشرونها هنا وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاتا وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن أحدكم فخيذه وقال ما من مولا يأتي مولا له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء قال عفان يعني بالمولى أبنى عمه قال وقال إن رجلا ممن كان قبلكم رغصه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء آخر فلما أحتضر قال لولده أي أبن كنت لكم قالوا خير أبن فقال هل أنتم مطيعي وإلا أخذت مالي منكم انظروا إذا إذا أنا متوا أن تحرقوني حتى تدعوني حمما ثم أبهرسوني بالمهرس وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء ركبتيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا الله وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ثم أذروني في يومين راح لعلي أضل الله تعالى كذا قال عفان قال أبي وقال مهنى أبو شبل عن حماد أضل الله ففعلوا الله ذاك فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال يا أبن آدم ما حملك على ما فعلته قال من مخافتك قال فتلافاه الله تعالى بها حسن حسن قال حماد فيما سمعته قال وسمعت الجريرية يحدث عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل وما بين مصر عيني من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتي أن عليه يوم وإنه لا كظيظ حسن يزيد أخبرنا الجريري أبو مسعود عن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام وإن أول ما يتكلم من الأدمي فخيذه وكفه حان عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو قزعة عن رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأتي علي قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا أكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت حسن يزيد حدثنا بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب حسن يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل حسن يزيد أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله نساء ما نأتي منها وما نذر قال حرثك أتي حرثك أن شئت غيرا أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا أكتسيت كيف وقد أفض بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها حدثنا يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال هاهنا ونحى بيده نحو الشام قال إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم حدثنا يزيد أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعيا له يوم القيامة شجاع يتلمذ فضله الذي منعه حدثنا يزيد أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إن قوم نتساءل أموالنا قال يتساءل الرجل في الجائحة أو الفتق ليصلح به بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعفى حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطع فأن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه ووضع يده على فرجه حدثنا يونس عن حمد بن زيد قال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها على فرجه حثن يحيى بن سعيد عن بهز قال أخبراني أبي عن جدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئي وضرب أحد يديه على الأخرى أن لا آتيك ولا آتي يدينك وإني قد جئت إمرأة لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا إلينا قال بالإسلام قال قلت يا رسول الله وما آية الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلمين على مسلمين محرم أخواني نصيرني لا يقبل الله عز وجل من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين ما لي أمسك بحجازكم عن النار ألا أن ربي داعي وإنه سائل لي هل بلغت عبادي وأنا قائل له ربي قد بلغتهم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة ثم أنكم مدعوون ومفدمة أفواهكم بالفدام وأن أول ما يبين وقال بواسط يترجم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخيذه قال قلت يا رسول الله هذا ديننا قال هذا دينكم وأينما تحسن يكفك حسنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل أبل سائمة في كل أربعين أبنة لبوء لا تفرق أبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن أخذها وشطر أبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء حسنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز ويزيد قال أخبرنا بهز المعنى حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عبد من عباد الله أعطاه الله تبارك وتعالى مالا وولدا وكان لا يدين لها عز وجل دينا قال يزيد فلبث حتى ذهب عمر وبقي عمر تذكر فعلم أن لم يبتائر عند الله تبارك وتعالى خيرا دعى بنيه قال يا بني أي أب تعلمون قالوا خيره يا أبان قال فوالله لا أدعو عند رجل منكم ما لم هو مني إلا أنا أخذه منه أو لا تفعلن ما آمركم به قال فأخذ منهم ميثاقا قالا أما لا فإذا مدت فأخذوني فألقوني في النار حتى إذا كنت حمما فدقوني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذه كأنه يقولوا اسحقوني اسحقوني ثم ذروني في الريح لعل أضل الله تبارك وتعالى قال ففعل به ذلك وربي محمد حين مات قال فجيء به أحسن ما كان فعرض على ربيه تبارك وتعالى فقال ما حملك على النار قال خشيتك يا رباه قال إني لا أسمع عن الراهبة قال يزيد أسمعك راهبا فتيب عليه قال بهزون فحدثت بهذا الحديث الحسن وقتادة وحدثانيه فتيب عليه أو فتاب الله عز وجل عليه شك يحيا حتى إسماعيل بن إبراهيم عن بهزي بن حكيمين عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتيك أو ما ملكت يمينك قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطع فأن لا يراها أحد فلا يراها قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا من الناس حسن إسماعيل عن بهزي بن حكيمين عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل أبل سائمة في كل أربعين أبنة لبوء لا يفرق أبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها منه شطر ماله وقال مرة أبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منه شيء حسن إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده أن أخاه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذ فأعرض عنه قال جيراني بما أخذ فأعرض عنه ثم قال جيراني بما أخذ فأعرض عنه قال لأن قلت ذاك لقد زعم الناس أن محمد أن ينهى عن الغي ويستخلي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فقام أخوه أو أبن أخيه فقال يا رسول الله إنه إنه فقال أما لقد قلتمها أو قال قائلكم ولأن كنت أفعل ذلك إنه لا علي وما هو عليكم خلوا له عن جيرانه حتى إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتيته فقلت والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئي أن لا آتيك ولا آتي دينك وجمع بهز بين كفيه وقد جئت إمرأة لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قالا أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتعطي الزكاة كل مسلمين على مسلمين محرم أخواني نصيرني لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين ما لي أمسكوا بحجازكم عن النار ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائل لي هل بلغت عباده وإني قائل ربي إني إني قد بلغتهم فليبلغ أشاهد منكم الغائبة ثم أنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه قلت يا نبي الله هذا ديننا قال هذا دينكم وأينما تحسن يكفك حسن إسماعيل حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عبد من عباد الله جل وعز أعطاه الله مالا وولدا فكان لا يدين لها تبارك وتعال دينا فلبث حتى إذا ذهب منه عمر أو بقي عمر تذكر فعلي ما أنه لن يبتائر عند الله تبارك وتعال خيرا دع بنيه فقال أي أبن تعلموني قالوا خيره يا أبانا قال والله لا أدعو عند أحد منكم ما لم هو مني إلا أنا أخذه منه ولتفعل النبي ما آمركم قال فأخذ منهم ميثاقا وربي فقال أما لا فإذا أنا مت فألقوني في النار حتى إذا كنت حمما فدقوني قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بيده على فخذه فخذه ثم أذروني في الريح لعلي أضل الله تبارك وتعال قال ففعلوا ذلك به وربي محمد حينما تفجئ به في أحسن مكان قط فعرض على ربيه تبارك وتعال فقال ما حملك على النار قال خشيتك يا رباه قال إني أسمعك لراهبا فتيب عليه حثن يحيى بن سعيد عن بهزي بن حكيمي بن معاوية بن حيدة القشيري حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساء ما نأتي منهن وما نذر قال حرثك أتي حرثك أن شئت في أن لا تضرب الوجه ولا تقبح وأطعم إذا أطعمت وكسو إذا أكتسيت ولا تهجر إلا في البيت كيف وقد أفض بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن حثن يحيى بن سعيد عن بهزي بن حكيمي حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليطحك به القوم ويل له حثن يحيى بن سعيد عن بهزي بن حكيمي حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولا له يسأله من فضل عنده فيمنعه إلا دعيا له يوم القيامة شجاع يتلمذ فضله الذي منع حثن يحيى بن سعيد حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أمك قال قلت ثم من قال أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب حثن يحيى عن بهزي حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل حثن يحيى عن بهز حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله أين تأمرني خر لي فقال بيده نحو الشام وقال إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم حثن يحيى عن بهزي قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله إن قوم نتساءل أموالنا قال يسأل أحدكم في الجائحة والفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف حثن يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم ابن معاوية أبي بهزي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة بحر اللبان وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعده حثن يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة الباهلي عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل توبة عبد أشرك بالله بعد إسلامه حدثنا مكي بن إبراهيم أخبرنا بهز بن حكيمين عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يده وإن قالوا صدقة قال لأصحابه خذوا حثنا يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له